السلام عليكم في الحلقة النهاردة نشرح فيها أفضل 6 تطبيقات للأسبوع الثاني من شهر فبراير 2017 تطبيقات ممتازة جدا هنطلع فاصل يدوبك تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة وانكنت أول مرة تشوف حلقات مستر بومتك ونبدأ الفيديو بعد الفاصل اهلا من جديد ونجا على طول على اول تطبيق تطبيقات تاعت النهاردة كلها ممتازة وكلها فعالة جدا اول حاجة هو تطبيق انا الصراحة تقييم للتطبيق ده من قبل ما ابدأه هو 10 من 10 ينين طبعا كنت شوف التطبيق ده قبل كده التطبيق ده ممتاز بطريقة يعني كبيرة جدا والهواتف الضعيفة خصوصا والهواتف القوية كمان التطبيق اولا اول ما تزدله على التليفون عندك مش تحس اكينه موجود ممكن تسعيل له ثاكوية اخفاء ومش تحس انه موجود التطبيق ده بيعملك كل حاجة تطبيق اللي يعملها تطبيق اي تطبيق تاني من تطبيقات كبيرة جدا ممكن تعملها لكن التطبيق ده بيعاملك حاجات اكتر من اي تطبيق اولا عندك بعض الخصائص اللي في التطبيق هنا لو انت شايف اه الكاش كلير وايه GH Utah والباتش انستيل stesتات يعني بيعاملك makeup والتطبيقات الحاجات اللي ممكن تحتاج thrilled ااهب تو اس دي بيعاملها روت بيعملها مغير روت. كمان بتحتاج روت في تطبيق اه اللي هو ولكن هو برضو بيعملها مغير روت. اه باتري يسعج بيجيب لك استخدامات البطارية استحيحة والدقيقة مليون في المية. زمان شايف هنا دي العمليات اللي بتبقى في الخلفية وانت قدرش تشوفها زمان شايف ده برنامج التسجيل. اه البرنامج اندرويد اسيستنت اللي هو البرنامج اللي انا مشرحه حاليا. جوجل بلاي والفيسبوك والمسنجر والواتس كولر واليوتيوب جو. زمان شايف تطبيقات كلها ممكن تعمل عشان شوف لو في تطبيقات تانية آآ غيرها وبعد كده ممكن تحدد دول او اتغط مسلا على الفيسبوك لانه بيقدرش يعمل لكل التطبيقات فانت الفيسبوك مسلا هتعمل له بطرقة دي وهيتشال عندك من القائمة دي. عندك مسنجر عندك بقية تطبيقات كل ده طبعا بيشيل من الحامل على الرام وبيسرع الجهاز. هنا عشان لو عايز تجيب كلها على بعضها طبعا بان دي التولز اللي فوق دي آآ في الصفوف الاول اربع صفوف تبقى التولز العادية اما اللي تحت هي دي التولز الاضافية. عندك اول حاجة يعني مش هنشرح كل حاجة. مسلا انت بتشيل التطبيقات منها تبدأ فيه اول ما بتعيد تشغيل الجهاز في التطبيقات دي ما تبدأش. انت طبعا بتشوف التطبيقات اللي بتبدأ في الاوتو ستارت وبتعلم عليها عشان تشيلها. نرجع للباكب اندرستور زي ما انشافين ممكن يعملك باكب لأي تطبيق انت شايف وممكن تعمل عليه ريستور. اي تطبيق زي ما انشافين مسلا اندرو دامبر ممكن يعمله باكب بسرعة جدا بعد كده هتلاقي الاندرو دامبر هنا باكب وتعمله ريستور هيعمله انستول مرة تانية هممكن تعينه عندك على الاس دي كارد او على الكمبيوتر بحيس انك لو عملت سوفت او الحاجة اه ترجع تطبيقات بنفس النسخة بتاعتها. اول عايز تعمل تطبيقات دي اه مسلا عايز ترفعهم على الانترنت فانت ممكن تعملها بالطريقة دي بكل سورة. وده كان اول تطبيق معنا النهاردة هو تطبيق رائع جدا وزي ما قلتلكم تقييم للتطبيق ده هو عشرة من عشرة. وده قليل الاول لما بقول في تطبيق ممتاز درجة ان ياخد عشرة من عشرة. اه طب ليه ان اديته عشرة من عشرة بحيس ان مقارنة بيحجم التطبيق بيديك ميزات مهمة وتطبيق متميز جدا ده غير ان حجم التطبيق واحد ميجا او ممكن اقال كمان توم مية كيلو بايت. ونخش على التطبيق اللي بعد كده. التطبيق اللي بعد كده هو 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 تطبيق اه بيتاح لك انك تتكلم بصيغة الانون. زل لو ما تعرفوش الانون هو زي ما الناس عارفة. والحياة غير معروفة. انه محدش يعرف الهوية بتاعتك. ده غير كده انت ممكن تبقى عادي. تبقى معروف عادي. ده غير حاجة كمان. انت ممكن تبقى اللي هو قصدي تتكلم مجانا. تتكلم مجانا من لاي رقم في اي بلد انت عاوزها زي ما انت شايف. نرجع كده له. وهو تتصل با اي رقم مجانا من الارقام بتاعتك. اه الموضوع كله بيعتمد على النقط اللي معاك. طبعا انت بتعمل اكاونت اه على الموقع بطريقة سهلة جدا. واللي هي الطريقة المشهورة انك بتحط رقمك ويبعث لك رزالة تأكيد وبعد كده بتخش على الموقع عادي جدا وبتخش على ترقيل فيسبوك ولكن كل ده برضو هتبقى تضغط هنا عشان اه تشوف هنا الكود بتاعك مسلا او اه عايز تعمل للموقع وهنا عندك عشان انا عايز تغير في اي حاجة اه في الموقع. نشوف ازاي نجيب النقط. نخش هنا على عشان نجيب نقطة. زي ما انتم شايفين اه انا الوقتي معايا الف وتلتمية نقطة خدت الف وتلتمية نقطة لاني اه كنت داخل برابط اه امفنشن. لو دخلت برابط بتاخد الف نقطة. تلتمية نقطة بتعملها من لما بتاخد اللي هو بتكتب بتاعك او بتكمل معلوماتك بتاخد تلتمية نقطة او ممكن اكتر كمان. ساعد في حاجة كمان عايز اقول لكم ان التطبيق دو اه بيديك على كل الف نقطة. انت هنا ممكن تاخد عشرين الف نقطة من حاجة وهو عشرين نقطة وخمسين نقطة. وحبت حاجات ديك شايف حاجة كتير جدا. والف اه بوينت كل ما تدي لحد التطبيق عن طريق الرابط بتاعك. زي ما انتم شايفين تطبيق ممتاز. اه لو عايزين مسلا نجرب نتصل باي حد. مسلا. مسلا ممكن تتصل باي حد عن طريق. اه تعمل ضغط هنا تضغط على الرقم بعد كنت اعمل هنا. وهيتصل مباشرة. اه من غير اي مشكلة من غير اي تقطيع. وبيعتمد على شبكة الواي فاي اكيد. طبعا كل الناس حعرف ان التطبيقات دي تعتمدش على الشبكة العادية بتعتمد على شبكة الواي فاي. لازم يكون انت الموبايل بتاعك في واي فاي والموبايل التاني في واي فاي. التطبيق ده اه اكتر يريد الاستخدام يعني انت ممكن تضحك اه او تعمل مقلب في صحابك بانك تكلمهم بصيغة او بصيغة البرائفت نمبر. وده كان التطبيق التاني بتاع النهاردة ونخش على التطبيق اللي بعد كده. التطبيق التالب بتاع النهاردة هو الناس كتيري عارفه بالنسخة القديمة النسخة اللي هي كانت بالروت. اما النسخة دلوقتي اصبح بدون روت. آآ اللي هو فيما فوق. آآ خمسة سفر لحد سبعة. لحد دلوقتي هو بدون روت فهو ممكن يزهر لك شبكات الواي فاي ولكن بالروت. وتقدر تخترك شبكات اكتر ولكن برضو بالروت. لكن النسخة دي تقدر تخترك فيها شبكات بالبيا ان. اه بيخترقش كل الشبكات فانا جربت مع الشبكتين دول قبل كده وما اخترقهمش. ولما بحاول اخترقهم بيعامل فورس ستوب لان اه فعلا ما بيخترقش الشبكات من نوع معين لواتي بالنك. والز دي تي اي اللي هي اتصالات ولكن نسخة الاتصالات الجديدة اما النسخة القديمة من اتصالات اللي هي معظم الناس عندها دلوقتي اما الناس اللي جايبين النسخة دي هم ناس يعني محدسين نسخة قريب. فنسخة اتصالات القديمة فبتتحكر بكل سؤال اللي هي اربع حروف كده في الاول هتعرفها من اربع حروف في الاول بعد كده بيكتب اسم الشبكة. فطبع الناس كلها عارفة ازاي تخترق فضي اترق ومعد كده بتسيب ويخترق لوحده في دقيقة بالزبط بيكون جاب لك الباسورد. ونخش على التطبيق اللي بعد كده. التطبيق اللي بعد كده هو اي سي ماركت. زي ما نشايفين هو شبيه لجوجل بلاي هو اصلا يعني اصلا زي جوجل بلاي بالزبط. هنخش مرة ثانية ثانية. زي ما انتم شايفين. التطبيق ده في تطبيقات كتير جدا واكتر من ازاد من اه مئة الف لعبة او مئة الف لعبة هو تطبيق. اه اللي هي اصلا العاب دين بتكون اه بفلوس ولكن هو هنا في التطبيق من غير فلوس. زي ما انتم شايفين لعبة دي بفلوس ولكن هنا من غير فلوس. زي ما انتم شايفين الالعاب كلها من غير فلوس. الالعاب كتير جدا زي لعبة جاتا اللي هي وهي الالعاب كتير جدا من غير فلوس هنا في اللابة دي في قصد المتجر ده. المتجر ده. ممتاز جدا. وعليه كل حاجة. حتى عليه فيسبوك وعليه حاجة كتير بميزات تانية طبعا. وعليه حاجة كتيرة جدا. وعليه علعاب حتى آآ هيد ده بتود كل العاب بالفلوس. ولكن هنا من غير فلوس. فانت ممكن تبحث عن اللابة اللي انت عايزها. بحثت عن ولكن ما لاتهاش. للاسف فاعرفت ان مش كل الالعاب. وتقلت طبعا وعرفت ان هو ميت الف آآ لعبة وتضيق. فقط هنا اللي بقى لعبه. زي ما انت شايفين في نسخة جديدة منه هنتزيل ها وان شاء الله يكون فيها اللعبة تعدل ليل جديدة طبعا. ونخش على تطبيق اللي بعد كده. هو تطبيق واكيد الناس كتير قوي عارفة تطبيق عارفة ان هو افضل حاليا من حيث السرعة. نخش على التطبيق زي ما انت شايفين فتح بسرعة جدا. وعايز تخش على اي تطبيق من التطبيقات اولا تضغط كده عشان تعمل تعمله لكن حاليا تفتح مثلا تفتح الفيسبوك. زي ما انت شايفين بيفتح فيسبوك عادي جدا بسرعة وترجع تاني. ليه هيرجع هنا للتطبيق ده عايزين نعمل هو تطبيق الاساسي عندنا. تمام? تمام كده عملنا هو التطبيق الاساسي. فنرجع مسلا نفتح فيسبوك. نرجع لنوفالانشر. سرعة مش طبعية. مش موجودة في اي لانشر. غيره. نرجع نفتح نرجع لنوفالانشر. زي ما انت شايفين نفتح مسلا الانستاجرام. اه بالمسبة ده اكاونت الانستاجرام بتاعي. ونرجع عليه للوفالانشر. زي ما انت شايفين حاجات كتير جدا. ممكن تفتح اي تطبيق وترجع للوفالانشر وهيكون بنفس السرعة باللي انت عاوزها. تمام? وده كان الخامس تطبيق معنا ونخش على التطبيق اللي بعد كده. جوجل ومفاجئة اليوتيوب لكل الناس. اه التطبيق ده اصلا المفروض ان هو هندي ينفوت ده مفاجئة للناس طول الهند ولكن طبعا تصرر بالتطبيق ونزل لكل الدول. التطبيق ده بيمكنك من الدخول على اليوتيوب مجانا من غير اي حاجة ولا من غير اي حاجة نهائين غير انك تفتح او اه بيانات الهاتف وتقف الواي فاي. زي ما نشايفين. ونفتح بيانات الهاتف. ولكن تعالي عندي هنا الشبكة مش حلوة. ثانية. نفتح كده التطبيق. عشان نشوفه مع بعض. زي ما انت شايفين هو هنا بيجيب لك التصفح زي ما انت شايفين شبكة عندي اي فا يعني ممكن ما يفتحش الفيديوهات. بز ما انت شايفين تقدر هنا تفتح فيديوهات. ولا البازيك كوالتي بس هيفتحها في البازيك. لان انا في قوضة مقفولة خالص فااا. الصورة عندي ممكن تخلي الفيديو ما يفتحش. زي ما انت شايفين الفيديو مش راضي يفتح. ولكن طبعا هيفتح عندك يعني الفيديو تطبيق ده مشهور جدا وكل يعني معظم القناة العربية نزلتها. تطبيق ممتاز 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 بماكنك تفتح يوتيوب باي شكل من الاشكال مجانا 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 نهائيا. ده غير انه تطبيق يوتيوب عادي ممكن تصفح عليه اليوتيوب. شايف ليه الشبكة عندي عاملة ايه دايما? مشكلة بقى ومش راضي زي ما انت شايفين مش راضي يفتح عشان الشبكة ولكن هسيب لي رابط التطبيقات كلها في عنشان طبعا التطبيق ده كل الناس هتحمله. التطبيق ممتاز جدا جدا جدا. طب لو فتحنا روايش في هيفتح. مش طالش في هاي? لا هيفتح هيفتح عشان مش نقصة يجي لنا اشعارات طبعا ونشر كمان. طيب تمام ده كان كل التطبيقات بتاعت النهاردة عن ريسة التطبيقات ابدأنا بتطبيق بتاع اندرويد اسيستنت وواتسكول واندرويد امبر واسي ماركت ونوفا لانشر ويوتيوب جو. كل التطبيقات دي ممتازة تطبيق اندرويد اسيستنت ده تقييمي للتطبيق ده عشرة من عشرة زي ما انا قلت في الاول. الواتسكول تقييمي للتطبيق هو تسعة من عشرة. واندرويد امبر تقييمي للتطبيق هو سبعة وصف من عشرة. واسي ماركت تقييمي للتطبيق ده هو سبعة من عشرة. والنوفالانشر تقييم للتطبيق ايه ده هو تسعة من عشرة ويوتيوب جو تقييم للتطبيق هو تسعة من عشرة. هم دول افضل تطبيقات الاسبوع ده اللي انا شفتهم لحد الوقتي. وكل اه يعني الناس كتير او من الاجانب نزلين برضو شبيهة للتطبيقات دي كتير. فانا حبيت ان اشارك تطبيقات دي معاكم على قناة بستر بومتك. اتمنى تكون عجبتكم. واتمنى تكون متابعين الفيديو. ما تكونوش زي باس مرسي يا ريت لعجبك الفيديو تحطينا عليك على الفيديو ده وتعمل لقناة واتبع كل فيديوهات التطبيقات هتلاقيها عندك في الوصف في الديسكريبشن او هتلاقوم في الاند سكرين. وكان معكم مصطفى من قناة مستر بومتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.